اليه ده يا جماعة ما تحفش عشان السكر هنعمل كوكيز كوكيز يعرف اللي هابي ما فيها شكولاتة دي عارف؟ عارف عارف تحبوها انت ها؟ انا احب شكولاتة لو تبقى هتزبط ولا هتبوص؟ هتزبط اكيد هتبوص انا كلنا عجب هتبوص عندنا عندنا جاي شايف الزبدة دي؟ شايف الزبدة دي؟ دليل انها تطلع مظبوطة اوه انها تطلع مزبدة نص معلقة ده فانيليا اصلا بزبط كبير دلوقتي يعني حطت بقى الشوكولاتة اللي هي بتبقى في الكوكي دي تورينا كده؟ اللي هي بتصيح بقى بوايها دي عارفها؟ يعني هي بتبقى الكوكي عاملة كده والشوكولاتة دي بقى نفيها كده ده وايه باي بات الشوكولاتة لا ايه وايه باي باي؟ تعال كده بقى نوري الناس تعال حمر معلش ايه هتطوم هنا تانى احنا فيها اه هنحط طرق زبدة بقى عشان ما يلزقش هنحط بقى على المعلقة زيت عشان ما تلزقش في عاجين عشان ما تلزقش في المعلقة طب يا ليه شكلها عامل كده طيب المفروض بتبقى مبططة ما لما تستوي بقى المفروض يعني ان ايه ما لما تستوي هتهدأ ازاي يعني مع اشكالها عشوية بص هنشوف ما لما تستوي واحنا وحزنها موسيقى موسيقى اهم حاجة بس اجد انت سيبوا اماكن فاضية ما بينهم عشان لما تفرش ما يمسكوك ما يطلعوكش واحدة كبيرة يعني اطلعكو كهية كبيرة هنحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 180 15 دقيقة موسيقى 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 هواكيها على بني ألو بحيق اللو أنا أريد أن أقول أنها لما تحمصت شوية من تحت أحلى بجد والله جميلة يعني تعملها حلوة أصلا يعني هذه أصبت حاجة أصبت حاجة عملتها من ساعة بعملت الفكرة دي شكلاً وتعمل هل أنت مش تقفل ولا أمي يلا أما أدينيكم لو أعجبتكم الكوكيز تعملوا شل الفيديو وباقي في البيت